اشتركوا في القناعة القناعة هي الرضا بما قسم الله للإنسان حتى ولو كان قليلا وعدم النظر إلى ما يمتلك الآخرون وهي علامة تدل على صدق الإيمان فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القناعة قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فمن واجب المسلم التحلي بصفة القناعة فلا يتعلق بالدنيا ولكن ما لا يكون فيه القناعة هو الطمأ في فعل الخيرات والأعمال الصالحة فعلى المسلمين الحرص دائما على كسب الكثير من الخيرات والدليل على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب فالقناعة أشبه ما تكون كقناع في الحج من عدم الرضا والصخط من عدم التمكن من امتلاك ما نتمناه في الحقيقة يقول الشاعر فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها والقناعة راحة نفسية حيث تجعلك قنوعا بما لديك وعدم القناعة هي مسبب لانشغال العقل في كثرة التفكير فيما تريد أكثر وأكثر وحتى تأتي مرحلة اليأس والصخط والتدمر إن قناعتك بما لديك وعدم التدمر والنظر لما لدى الغير هو سر سعادتك فكلما نظرت للغير اسودت الدنيا بين عينيك وطلبت ما ليس لك به حق والقرآن الكريم يحثنا على القناعة في قوله تعالى في سورة النساء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يقول الشاعر إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم خير الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع لا خير في المرء إن لم يكن قنوعا القانع غني وإن جاع وعري والحريص فقير وإن ملك الدنيا من لم تشبعه القناعة لم يكفيه ملك قارون عشقني عن تكون ملكا من قنع شبع العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع القناعة كنز لا يفنى من حرص بالقناعة ظفر بالغنى والمرؤة ثمرة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة ومن قنع بالرزق استغنى عن الناس ثلاثة من كن فيه كم لعقله من عرف نفسه وملك لسانه وقنع بما رزقه الله تعد القناعة من الصفات المهمة التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان فهي تجعل الفرد يشعر بأنه من أغنى الناس وراض بما قسم له الله عز وجل لأنها تملأ القلوب بالطمأنينة والسكينة والاستقرار لا يلهث الفرد خلف الطمع والجشع فالإنسان القنوع هو إنسان يتصف بالأخلاق الحميدة مثل الرضا والتسامح والضمير الحي والعفو إن القناعة تأتي من التربية الصالحة من الآباء لأبنائهم فالقناعة تأتي منذ الصغر من فضائل القناعة أن يتمتع الإنسان القنوع بأنه كسب محبة الله جل جلاله وبالتالي الحصول على محبة الناس كما أن القناعة تحقق خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة ومن فضائل القناعة أيضا القناعة طريق للراحة النفسية إذ أن المسلم القانع يعيش حياته في إطمئنان دائم وراحة وأمان أما الإنسان الطماع فتكون حياته همّا ولا استقرار فيها يقول الشاعر واليأس مما فات فهو المطلب فاقنع ففي بعض القناعة راحة إن القناعة تعد سبب للبركة فهي الكنز الأعظم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس إن القناعة هي طريق للجنة والقناعة تجعل صاحبها عزيز النفس وحرًا فلا يتجبر عليه أحد خلاف الطمع فإنه يجعل صاحبه عبدا فقد قال علي بن بي طالب رضي الله عنه الطمع رق مؤبد القناعة تملأ قلب المؤمن بالثقة بالله سبحانه وتعالى والرضى بما قسم الله تعالى لك واليقين بما عند الله لأن القنوع يكون مؤمن وعلى يقين بأن الله تعالى ضمن لك الرزق يقول الشاعر رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك دمتم بود السلام عليكم